نعم حقيقة تعلمنا منذ عام 2003 إلى حد اليوم بعد مرور أكثر من 20 عام على هذه العملية السياسية أنه عادة المشاريع عندما تريد أن تمرر من قبل الأحزاب المستأثرة بالسلطة تثير الفوضى الخلابة كما رأينا في انتخابات عام 2010 كان الفائز الأول في الانتخابات هو السيد أياد علاوي حصل على 92 مع قعد سرعان ما رأينا أن المحكمة الاتحادية فسرت الموضوع بطريقة أخرى حقيقة ألفتت انتباهها الناس جميعا وهذا حقيقة استأثار أثارة الفوضى من هذا النوع كل العراقين يعلمون المحق في تشكيل الحكومة في انتخابات عام 2010 هو السيد أياد علاوي حقيقة ربما يحصل نفس الطريقة وتحصل نفس الأسلوب في هذه الانتخابات لو قيمت حقيقة في غياب التيار السدري وبحضور واسع لحزب تقدم نعم أنا أعتقد ستثار فوضى ستثار مشاكل يعني الإطار التنسيقي لا يسمح حقيقة أن تذهب هذه المناصب إلى جهات أخرى كما هو معروف يعني يعني تواجدنا معاهم حقيقة واحتكاكنا معاهم كلهم أخواننا وأعزائنا العاملين في الإطار أو في تقدم أو في كل الأحزاب السياسية لكن يجب أن نطلط الضوء على مفاصل الوهن والضعف والبشل بقصد تقويمها لا بقصد حقيقة انتقاد فلان وعلان بالعمل السياسي أبدا نعم نحن نعلم بشكل واضح أن حزب تقدم لديه رقعة جغرافية واسعة في بغداد ممكن أن يحصل على مقاعد هي الأكبر في بغداد في الانتخابات المقبلة هذا حسب استطلاعات الرأي التي حقيقة يعني تعرفنا عليها بالأيام الثلاثة أو الأربعة الأخيرة فضلا عن انسحاب التيار الصدري فضلا عن ضعف أداء الإطار التنسيقي طيلة السنين المضت الإطار التنسيقي حقيقة أثبت فشلة على كثير من الأصعدة يعني خاصة أداء الحكومة كما هو معلوم السيد السوداني لن يتمكن من تحقيق ولا فقرة من فقرة الورقة السياسية أو فرقة الورقة التي تم الشروط التي تم تشكيل الحكومة على أساسها لن يتمكن من تنفيذ ولا فقرة واحدة لحد هذه اللحظة لن يتمكن السيد السوداني من كبح جماح الميليشيات المسلحة التي تستهدف القواعد الأمريكية وتستهدف الهيئات الدبلوماسية بين الحين والآخر وهذا أيضا فشل واضح